بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين ثم السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته رسالة إلى صديق لدود وعزيز جدا في نفس الوقت أحبك في الله لأنك تبغضني في الله أحبك في الله لأنك تبغضني في الله رسالة إلى صديق لدود وعزيز جدا بعض الأصدقاء عندما تحاورون يأخذهم الحماس قليلا وينفعلون فيستخدمون عبارات قاسية شوية يعني فأحد الأصدقاء كان عنده تعليق شوية قوي وكتبت له هذه الرسالة أخي العزيز فلان مؤحب أجيب اسمه الآن تحية طيبة أعتز بصداقتك وأحبك في الله لأنك تبغضني في الله هناك ناس يبغضوك لأنهم يحسدون لأنهم لديهم مصالح مادية أو أهداف يعني أخرى ولكن هناك بعض الأشخاص يبغضوك لأنهم يعتقدون أنت على خطأ وأنهم على صواب وأنهم يدافعون عن الدين أو عن مذهب أهل البيت هؤلاء أنا أحترهمهم حقيقة وما يفرق بيننا هو مجرد سوء فهم أو تفاهم ولو استمررنا في الحوار ربما نصل إلى نقطة أو نقاط مشتركة فأنت مثقف وطالب جامعي وأتمنى لك الموفقية والنجاح شكرا لك فرد علي بما يلي السلام عليكم أستاذ أحمد أولا شكرا لتقبل النقد وسعة صدرك لهذا وثانيا أنا لا أعرفك شخصيا ولا أنت تعرفني النشر والرد في المجال الفكري والمعرفي تحت سقف الحرية أو حرية التفكير والتعبير التي أصل لها القرآن وأكدها محمد وعلي عليهم السلام ثالثا لكنني أعرفك من خلال بعض كتبك وأبرزها الفكر السياسي الشيعي الذي شخصت فيه هو يقول عن نفسه منذ أن قرأته أخطائك الفادحة والفاحشة ومنهجيتك السطحية في مناقشتك لموضوعات عميقة كالنص والعصمة وغير ذلك وزعمك أنهما من مبتدعات متكلمي وعلماء الشيعة في القرنين الثاني والثالث الهجري يعني موضوع النص والعصمة وأنه لا دليل على التأصيل لهما من قبل الأئمة عليهم السلام مع وجود مئات النصوص عنهم في هذا الصدد أنا كما أنتقدك فأنني أنتقد عبد الحليم الغزي وكمال الحيدري وغيرهما ولي الحق في ذلك لما أقرأه وأسمعه من كثير من الهراء من جانبكم الموقر مع كامل الاحترام وشكرا مرة أخرى لتقبل الأمر بأريحية ولي سؤال أحب أن أتعرف عليه من قبلك هنا ولك الحرية في الإجابة هل تؤمن بحديث الثقلين بصيغته الإمامية أم إنه من الأحاديث الموضوعة عندك أو المحرفة أيضا؟ وشكرا فأجبته بما يلي السلام عليكم ورحمة الله شكرا جزيلا على ردك الجميل ويسرني التعرف عليك شخصيا وأتمنى أن ألتقي بك يوما ما ولا شك لدي بأن العنف الذي قد يظهر أحيانا من كلامك هو بدافع حرصك على الدين ومذهب أهل البيت كما تعتقد وتتصور وقد سألتني عن حديث الثقلين فيما إذا كان صحيحا حسب الرواية الإمامية أو الشيعية وهو جزء من عشرات الأحاديث المختلف حولها أو أموم الأحاديث حتى المتفق عليها أو التي يزعم الإجماع حولها بين السنة والشيعة فكيف تنظر إليها وكيف تعرف صحتها من خطائها هناك معيار عام يشترك فيه السنة والشيعة وبقية الناس في العالم في الجامعات في المعاهد في كل مكان لدى الباحثين وهو معيار صحة السند والتثبت من الرجال الرواة ولكن هذا المنخل إذا أعتبرناه كمنخل من الرجال لنخل الأحاديث وفلترتها ليس كافيا إذ يمكن أن تنزل منه أحاديثه غير صحيحة أو موضوعة بسبب حسن الظن الزائد ببعض الرجال كتعديل جميع الصحابة مثلاً كلهم الصحابة عدول فأي شيء رواهو نحن نأخذ من عندهم أو الاعتقاد بسلامة وعدل بعض أصحاب الأئمة أيضاً وعدالة بعض أصحاب الأئمة وهنا طرح الإمام جعفر الصادق معياراً آخر لمعرفة الأحاديث وهو القرآن الكريم فقال خذوا ما وافق القرآن وتركوا ما خالفه اضربوا به عرض الجدار ولكن هذا المعيار أيضاً ليس كافياً إذ قد يحدث اللبس في معرفة الحقيقة ولذلك لا بد أن نبحث عن معايير أخرى كالعقل والألم وتطابق الأحاديث الصحيحة مع الواقع وأن الأحاديث التي لا تتطابق مع الواقع هي أحاديث كاذبة وموضوعة وكذلك الأحاديث التي تناقض العقل المجمع عليه بين الناس أو الفطرة وما إلى ذلك ونأتي إلى حديث الثقالين الذي يقول أن الأترة وأن الأترة عفوا أن الأترة والقرآن لا يفترقان أولاً فمن هم العترة وكيف نحددهم أن الأترة في اللغة تعني العشيرة فهل كل عشيرة النبي من اليوم الأول إلى يوم القيامة إلى اليوم هي معصومة ولا تفارق القرآن لا أعتقد أن أحداً يقول بذلك وهل هم الأعمى الاثنى عشر فقط ما هو الدليل على كل واحد واحد منهم ربما تقول يوجد عليهم أحاديث وأقول إنها بحاجة إلى دراسة بسبب وجود اختلافات بين المسلمين وبين الشيعة حولهم هذا من جهة ومن جهة أخرى فأين هم الأترة بهذا المفهوم الاثنى عشري لماذا افترقوا عن القرآن يعني أصبح القرآن وحيداً منذ أكثر من ألف عام ستقول يوجد إمام ثاني عشر غائب وأقول لك هذا غير صحيح وليس إلا مجرد أسطورة وفرضية وهمية وإن الذين يستدلون على وجوده إنما يستدلون بحديث ثقلين وهذا استدلال معكوس إذ يجب أولاً أن يثبتوا وجوده وولادته ثم يقولوا إنه الإمام الثاني عشر وأنه غائب وأنه المهدي منتظر وأنه كذا وكذا وهذا ما لم يفعلوه فأجابني هذا الآخ العزيز الصديق اللدود الذي أسميته ألم أقل لك إن منهجيتك خاطئة أستاذ منهجيتك هي المعكوسة وحديث الثقلين مسدق قرآنياً لو كنت قارئاً جيداً للقرآن في آية الراسخين في الألم وفي آيات أدى غيرها طبعاً إحنا بحثنا آيات الراسخين في الألم وليس مربوطة أنه ولا يعلم تأويله إلا الله والراسخون في الألم يعني الراسخون في الألم يعلمون تأويل القرآن إنما والراسخون في الألم يقولون كل من أندي ربنا آمنا بذلك ليس أنهم يعلمون تأويل القرآن على إحال وحتى آية الراسخين ما تدل على من هم الراسخين فمجرد افتراضات وتلصيقات تصير بعدين هو يواصل يقول حكمتك قرآنياً صح أم لا طيب يجي على موضوع الإمام الثاني عشر يقول طيب سيولد في آخر الزمان أم أن عددهم أحد عشر إماماً يعني أنت ورد يركبها سوي 12 واحد فالسلسة قال ما موجود هذا طيب رح يولد في آخر الزمان فيصيرون 12 واحد فأجبته قلت له لا ليس صحيحاً اللي سألني هو أنه تعترف بي صحة هذا أو لا وأكبر دليل على ذلك هو عدم وجود إمام من الأترة في هذا العصر وفي الماضي منذ ألف عام على الأقل أنهم وجود إمام بس بالتالي أنت قعد تفترض وجود واحد أو واحد يجي في المستقبل الله أعلم يجي أو ما يجي فبالنتيجة الاعتماد على حديث الثقلين ما رح يصح لأنه القرآن واحدة موجود عندنا منذ مئات السنين فهو رد علي قال في نظرك أستاذ في نظرك والتعميم خطأ ما تثيره وأضاف ما تثيره مجموعة مغالطات اسمح لي أن أقول هذا أخيراً ولكنه مكفول بحرية التعبير والتفكير لكن هذا لا يعني أنه صحيح أبداً بل الأخطاء واضحة لكل ذي نظر مع السلامة وآسف على الإزعاج لا هو ما في إزعاج ومجرد نحن نحاول نبحث هذا الفكر السياسي القديم الذي اتخذ صفغة دينية وميز الشيعة الإمامية عن غيرهم والآن يشكل أقدة أو عقبة أمام التطور الديمقراطي هذا ما جرى بيني وبين الأخ وضعت هذا الحوار الذي جرى على الخاص وأنا أستميح الأخ أذراً أنه ما وضعت اسمه لأنه ما أحبي أخف ما يقبل يعني مجرد الحوار دخل على الخط أحد الأصدقاء العزاء أيضاً وهو إحسان الخزرجي فقال عقب على كلامنا قال أعتز بصداقتك كونك أخي بالإنسانية أحبك كونك إنساناً وأبغضك كونك مسلم فأنا أحبك كإنسان وأبغضك كحامل فكر ديني هل تتقبلني؟ يعني تحداني أكثر يعني في عبارات شوي فيها استفزاز أيضاً فأجبته بما يلي أنا أحبك كإنسان وأحترم خياراتك الفكرية مهما كانت فأنت وصلت إليها بعقلك إذا كنت محايد يعني بينك وبين الله الذي بعقلك الذي وهبك الله وهبك إياه الله تعالى وإذا كنت قد وصلت إلى ما وصلت إليه بعقلك المجرد وبحياد فإن لك العذر يوم القيامة وتستطيع أن تقول لله تعالى أنا استخدمت عقلي الذي أعطيتنيه ووصلت إلى ما وصلت إليه ولا أعتقد أن الله سوف يعاقبك أو يلقيك في النار لهذا السبب إذا أنت عقلك ما وصلت إلى نقطة معينة وأنا لا أبغضك لأنك تحمل فكرا يختلف عني فلماذا تبغضني أنا المسلم وأنا لم أسئ إليك ولم أحمل سيفا لأقتلك أو أضطهدك وإذا كان الدواعش السابقون أو الحاليون قد أساء إليك فما هو ذنبي لماذا تبغضني تعال نحب بعضنا بعضا وننشر الحب والمودة في العالم يا أخي العزيز فأجاب مبتسما قال بهاي غلبتني وحقك لم ولن أبغض بشرا قط إنما أبغض الجهلة والتخلف فقط جزاك الله خيرا هنا دخل الأخ أمير الحامدي أو الحمدي قال معترض على كل الحوار هذا قال الاختصاص في البحوث التاريخية ماذا قدمت للبشرية غير تعميق الاختلاف والفتن نتكلم عن الواقع هل أضفتم طريقة جديدة لزراعة النخيل أم التجريف وتحويل جنس الأرض من أراضي زراعية لدور سكن وكان الأولى توزيع قطع للمواطنين بأسعار زهيدة هل البحث عن الإمام المفقود حل المشكلة المختلف عليها تاريخيا أم عمق الاختلاف والاستهزاء ماذا قدم أصحاب التدين للمجتمع لماذا لا نعترف استغلال الدين والمذاهب لمنافع شخصية حزبية أين النموذج للتجربة أو لتجربة الدين الناجحة بالعالم وإذا كانت فهي معتدلة بفصل الدين عن الدولة وعادلة بالحكوم ألا تلاحظ بأن البشر بحاجة إلى ما يعينهم على أمور حياتهم اليومية وليس بحاجة إلى من يبحث هل المهدي مولود أو سوف يولد موضوع ينشر لبحث معاناة المرحلة وإيجاد الحلول ترى متابعيه بالألف أو بالألاف أو بالألف ما أعرف ومتابعيك لم يزيدوا عن 18 18 فرد أين الألة مواضيعكم لا تخاطب أقول الناس ولا تقدم الفائدة للعيش اليومي فأجبته بما يلي الأخ أمير الحامدي أو الحمدي قلت له أخي العزيز أمير الحمدي أنت تؤمن بفصل الدين عن الدولة أليس كذلك؟ أنا أتفق معك وأسعى لذلك أيضا ولكن كيف والمجتمع بصورة عامة يؤمن بدمج الدين مع الدولة وذلك لأنه يؤمن بأن الإمامة أي الحكم والخلافة من الدين وبالرغم من أن الإمامة الإلهية لأهل البيت قضية تاريخية أصبحت من الماضي إلا أنه لا يزال يوجد زيول لها مثل التعصب الطائفي والاعتقاد بأن المرجعية أو ولاية الفقيه تشكل امتدادا للإمامة الإلهية لأهل البيت هذا الاعتقاد يكرس مبدأ دمج الدين بالدولة أو بالأحرى دمج الزعامات البشرية القادة والزعماء والشيوخ والمراجع غير المعصومين هؤلاء القادة والزعماء ولا المعينين من قبل الله تعالى تم دمجهم بالدين والاعتقاد بوجوب طاعة الفقهاء المراجع كطاعة الله ورسوله وأهل بيته ولا يمكن تحرير الناس من هذه العقيدة الخاطئة بنظري ونظرك إلا بمفتاح وهذا المفتاح هو بحث موضوع وجود الإمام الثاني عشر المهدي المنتظر فإن معرفة أسطوريته وعدم ولادته تؤدي إلى تهاوي نظرية الاثنى عشرية والإمامة الإلهية وهو ما يسمح لنا بالعودة إلى نظام الشورى والحكم المدني والديمقراطي وأتذكر عندما عرضت كتابي على المرحوم الشيخ محمد مهدي شمس الدين رحمة الله عليه رئيس المجلس الإسلامي الشيء الأعلى في لبنان لمراجعته ونقده قبل النشر فسألني سؤالا واحدا قال ما هو الهدف من الكتاب وإلى أين تريد أن تصل فقلت له أريد أن أصل إلى الشورى فقال أنا وصلت إليها بطرح نظرية ولاية الأمة على نفسها فقلت له صحيح أنك وصلت إلى هذه النتيجة ولكن المجتمع لا يستطيع الوصول إليها بسهولة لوجود عقبات وعراقيلة في الطريق إليها كالاعتقاد بالإمام الإلهية ووجود الإمام الثاني عشر ونيابة الفقهاء العامة عن الإمام المهدي وولاية الفقه والمرجعية وما إلى ذلك وكل هذه العقائد تمنع الوصول إلى الشورى والديمقراطية والحكم المدني إذن فبحثنا لموضوع الإمام المهدي ليس بحثا تاريخيا جذليا كلاميا أو كذا هو بحث يمس حياتنا اليومية يمس بناء تجربتنا الديمقراطية هنا دخل أيضا الأخ يزن بكر فقال لك الأذر ردت مقطع من مداخلة سابقة لك الأذر يوم القيامة وتستطيع أن تقول لله تعالى أنا استخدمت عقلي الذي أعطيتني ووصلت إلى ما وصلت إليه ولا أعتقد أن الله سوف يعاقبك أو يلقيك في النار لهذا السبب هل العقل مبرر لكل ضلال؟ أن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم عندما يتخلصوا من التعصب الأعمى لكناعاتهم المسبقة والموروثة ويتخلصوا من ارتباطاتهم أو ارتباطهم العاطفي اللاعقلاني تجاه مشاعر تغالي في الحب أو الحقد تجاه بعض الشخصيات التاريخية فإن الله سيسر لهم سبل الهداية وسوف تدرك عقولهم الحقائق التي كانت تعمى عنها أبصارهم أخي العزيز يعني في مسألة المذاهب والأديان يعني الناس الله طهم عقل يعرفون الله بالعقل ويعرفون الأديان والمذاهب بالعقل ولكن الآن كثير من الناس عندما تتبون عليهم وتسألوهم يقولون لك احنا مقتنعين بعقلنا اقتنعنا بهذا المذهب أو لم نقتنع بذاك المذهب ربما هناك مؤثرات على أقولهم تمنعهم من معرفة الصواب لأنه انحياز مسبق عندهم أو ناشئين في بيئة معينة أو ما على ذلك فما نستطيع أن نحكم على كل إنسان أنت مثلا لماذا آمنت بهذه العقيدة ولماذا لم تؤمن بتلك العقيدة أنك مثلا اتبعت الهواء يقول لك لا والله أنا مخلص أنا صادق أنا كذا أنا بحثت ما اقتنعت بهذا المذهب ولم اقتنع بذاك المذهب اقتنعت بهذا المذهب مثلا أو بهذا الدين أو بذاك الدين فإحنا ما نقدر نحكم على الناس ويوم القيامة الله سبحانه وتعالى هو الحكم بين الناس فإذن نحن الله أعطانا عقل نستخدمه بتجرد بيننا وبين الله ننظر في الأمور إذا اقتنعنا بشيء نأخذ وإذا ما اقتنعنا بشيء الله يوم القيامة يعني ما يحاسب على ضمائرنا إذا نحن بيننا وبين الله لم نؤمن بعقيدة أو آمنا بعقيدة بالعكس الله سبحانه وتعالى هو الذي يعطان العقل هو الذي يحاسبنا فلنكن احنا أشد على الله في محاسبة الناس هؤلاء الأخ حسين العراقي يقول الدولة مجموعة مؤسسات تعمل وفق ضوابط تحقق مصنحة الشعب والمواطن والوطن على أحسن ما يمكن والدين ضوابط شرعية تدعو لأن ينصح الإنسان لنفسه ووطنه وأهل محيطه ولكل ما خلق الله في عالم الإمكان ليكون في كل حركاته مصلحا أو طالبا الإصلاح وأن لا يفسد في شيء يخصه أو يخص عالمه لذلك الدين أغلبه التزام بضوابط أخلاقية تحقق الغاية من خلقه يعني ما عرفنا الأخ حسين يأيد هذا أو يأيد ذاك أو عنده ملاحظة معينة أو فكرة عامة يطرحها الأخ إبراهيم مزئل يقول أنا أعجب من أحمد الكاتب في طروحاته فهو لا يقبل حجية حديث متفق على صدوره من النبي صلى الله عليه وآله بحجة أو أخرى بحجة وأخرى وحين تسأله إذن ما السبيل لإثبات صدور حديثه من النبي صلى الله عليه وآله يقول حديث المعصوم والذي مفاده أعرض الحديث على كتاب الله تعالى أقول وما الدليل على أن هذا الحديث أيضا من الموضوعات طبعا هذا جريا على مع ما يطرح وأقول أيضا أن الآيات القرآنية هي أيضا أصبحت أرضة للتأويل ولكل فرقة تفسيرها وفهمها الخاص وبهذه الطريقة من النقاش سوف ينسف الدين بأجمعه لأنه لا شيء فيه قطعي صدور ولذا أرى على الكاتب أن لا يذهب بعيدا في تأملاته اللامتناهية في الحقيقة هنا عدة نقاط مداخلة يعني عفوا في تأملاته اللامنطقية أنا غابت عن الكلمة هنا أنه أولا فيه أشياء قطعية في الدين تقرؤون القرآن فيه أشياء محكمات هو الله بالقرآن الكريم يقول عنها فيها آياته محكمات وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم مرض أو زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله تعالى فهنا السلام التوحيد توحيد والله في القرآن الكريم واضح وصريح ومؤكد وبدون نقاش الإمام بالآخرة الإمام بالنبي والأنبياء الصلاة الزكاة الحج العبادات المحرمات الواجبات كلها موجودة في القرآن بشكل واضح وصريح وما بحاجة حتى إحنا يعني نأول أو نجيب أحاديث عليها تبقى فيه أشياء يعني كل واحد يحاول يفسر يأول يضيف مثل وقرأت هذه الآية اللي قرأها الأخ قبل قليل والراسخون في الألم استدل بها على الإمام والراسخون في الألم إذا يقرأ الآية كاملة يشوف ما إليه ربط ما إليه ما يدل على شيء يقول الله والراسخون في الألم يقولون كل من عند ربنا يعني ما يسلمون أمر من الله ما يدخلون في جدال حول المتشابهات مو أنه هناك فئة من الناس اسمهم الراسخون هم الأئمة من أهل البيت وبالتالي هؤلاء يجب اتباعهم ما في شيء عليه لا الآية تدل ولا أحاديث تدل على أنهم الراسخون ومحددة فيها هؤلاء إلى 12 أو أقل أو أكثر هذا أولا إذن في شيء يعني فيه أمور واضحة وصريحة وقطعية في القرآن ما نناقشها إحنا نناقش في المتشابهات اللي مثلها استخدام آية الله ونناقش بالأحاديث الموضوعة إحنا 1400 سنة تفصلنا عن رسول الله وعن صدر الإسلام الأول فما يمكن أي حديث يجي نقبل به وهذا الحديث اللي قبلناه من الإمام الصادق لأنه معقول لأنه في قراءة تدل على أن هذا حديث صحيح هل يعقل مثلاً الإمام الصادق يقول أقبل كل حديث من أدنى كما يقول الأخباريون الآن الأخباريون الشيخ عبد الحنو غزي وغيره وسيل آد المدرسي وما أحرف منه يقول لك كل حديث يجي أقبله ما يشير ترد أي حديث وارد عن الأمة لماذا؟ لأنه هذا قد يكون وارد وأنت قاعد ترد الحديث أنا ليس مكلف آخر بالأحاديث الناس لا ينقلوا لي آه بعد 1400 سنة فهل من المعقول أقبل كل حديث؟ أقبل أحاديث تناقض القرآن مثلاً؟ بعض المذاهب السنية تؤمن بذلك أحمد بن حنبل وغيره يقولون السنة حاكمة على الكتاب السنة مهيمة على الكتاب يعني الأحاديث يقصدون بالسنة الأحاديث ظنية الصدور القرآن قطع أي صدور فكيف يمكن لحديث ظني يجي يحكم على شي قطعي؟ هذا خلل وخطأ كبير فإحنا الأحاديث المتناقضة مع القرآن ما يمكن نقبلها ولذلك أنما يقول الإمام الصادق أعرضوا أو حتى عن النبي وارد الحديث أعرضوا الأحاديث على الكتاب الله ونشوف هذا الحديث متناقض مع القرآن فنرفضه ثم نعرض الأحاديث على العقل وعلى الألم أنا ضربت لكم مثل قبل أيام أيضا أنه مثلا مكة ترحون شوفون فيها كل الجبال إذا إجاك حديث مثلا مثلا أضرب لكم مثل أنه مكة أرض صحراء أنت تروح إلى مكة يشوف لا أرض كنا جبان مصحراء فإذن هذا الحديث تعرف أنه كذب وهكذا إذا إجاك حديث قال لك أن الحديث الثقالين كتاب الله وعترتي ولن يفترقها حتى يردى عليه الحور تشوف صار 1200 سنة ما عندنا أحد من الأترة بأي مفهوم اللي تقوله ومو معقول ناخذ كل عشيرة النبي بالملايين صاروا الآن كل واحد هو على حق وهم متناقضين ومختلفين ومتعاركين ومصارعين فإذن هذا الحديث ما لتطبيق وما يمكن تطبيقها فعقلا وعلما هذا حديث مو صحيح تقول لي هذا حديث متفق عليه يا أخي متفق عليه وين تطبيق الخارج جمالته تقول لي الأئمة ما يمكن نظرية الشورى نأخذها هذا العقل ما يمكن نأخذ بنظرية الشورى ويجب أن نأخذ بنظرية النص الإمام يعني الرئيس الجمهورية الحاكم الخليفة السلطان الأمير أي شي يسميه هذا يجب أن يكون معصوم ومعين من قبل الله هاي نظرية مو معقولة نظرية مثالية مثل ما الله عين أئمة مثل ما الله عين أنبياء فإذن يجب أن يعين أئمة حكام يعني هذا شي مو معقول يعني النبي واحد وراح أما يوم القيامة عندنا مئات الآلاف ملايين من الحكام كلهم لازم الله يعينهم وكيف نتعرف على النص اللي جاي على هذا الإمام أو ذاك هو إحنا عندنا نص على أمير المؤمنين على ابن المطالب مختلفين عليه اختلفوا زمن النبي وبعد النبي فشلون إحنا راح نقبل نتعرف عن نص الصحيح الصادق الأكيد من الله تعالى على هؤلاء الأئمة وشفتوا أقرأ تاريخ الشيعة هذا كتاب وراي التشيء السياسي وتشيء الدين تاريخ التشيء خلال القرن الثاني والثالث يشوفون أنه ورا كل إمام يتوفى أبناء يتعاركون ويختلفون ويتفرقون الشيعة فإذن النص غامض ما يمكن يكون نص صريح وواضح والنص طريق معقول لمعرفة الحكام الذين عينهم الله فهذه فكرة مثالية خيالية وهمية أسطورية ما إلى وجود لا في زمن الأئمة هم ما كانوا يدعون أنهم الأئمة معينين من قبل الله ولا معصومين ولا كانوا يقولون نحن قد نرابط بالسماء علماء أبرار كانوا والآن ما يمكننا نريد نتجادل مع الآخرين حتى نثبت نظرية الإمامة فيه أحاديث هذا ضعيف وذاك قوي وهذا كذا وما يمكن نخلص بنتيجة ما نقدر نثبت شيء فكيف إذا كان الإمامة مستمرة مئات السنين ويومية عندنا صراع ومعركة على كل إمام أنه هذا معين من قبل الله أو غير معين فإذن هذا طريق غير أقلائي وثانيا غير ألمي لأنه ما موجودين صارنا ألف ومئتيين سنة على الأقل من منتصف القرن الثالث الهجري إلى اليوم ما عدنا معينين من قبل الله في هذه السلسلة فهذه النظرية حتى لو جبت لي مليون حديث عليها أقول لك هذه النظرية ما موجودة وهمية هذه الحديث كلها كاذبة تصبح مو بكثرة الأحاديث نصدق أو نكذب يعني حديث يجيك ملسج مع العقل مع القرآن مع الفطرة مع الطبيعة مع الألم تأخذ بي إنت مو مكلف تأخذ بالأحاديث إنت أدك القرآن الآن الله أودع الدين في القرآن الكريم وما أدن عقيدة خارج القرآن من خارج القرآن نأخذها فنكتفي بالقرآن الكريم أما الأحاديث وخاصة من بعض الأخوة اللي مو مختصين لا علم الرجال ولا بالحديث ولا ما يعرف الحديث هذا صحيح ولا مصحيح ولكن هذا حديث متواتر هذا حديث صحيح هذا حديث إنت ما تعرف الأخي روح أدرس أبحث قارن بين الأحاديث شوفوا التناقض الموجود بين الأحاديث وأقرأ تاريخ التشيع وتاريخ نمو هالعقائد أن العقيدة الاثنى عشرية متى طلعت ومتى سووا لها أحاديث ما كانوا شيعة خلال القرن الثاني والثالث وحتى يمكن القرن الرابع ما يعرفون إن الإمام الثنى عشر الفرقة الاثنى عشرية ولدت في القرن الرابع الهجري يعني بعد أربعمائة سنة من النبي الإمام الثاني عشر شيعة الإمام الحسن العسكري حزبه وجماعته غير بقية الشيعة عشرات الفرقة الشيعية الأخرى والفرقة الإمامية حتى لم تكن تؤمن بإمامة العسكري عفوا هؤلاء احتاروا ولم يعرفوا من هو الإمام بعد الحسن العسكري لأنه لم يوصل إلى أحد ولم يقل أنه أندي ولد أساسا فصاروا أربع وطعش الفرقة واحتاروا وسموا ذلك الأسر أسر الحيرة لأنه ما عرفوا شون صار بالموضوع أين ذهبت الإمامة إذا الإمامة صحيحة ومن الله فيجب أن تكون واضحة تشاف ضاعت الإمامة وصلت إلى طريق المزدود وانتهت وإجوا ناس اختلقوا بعض الأحاديث وخدعوا بهالناس إلى اليوم ويجد بعض الناس على الأسف الشديد مخضوعين حتى اليوم بهذه الأحاديث وصدقوها كل ما يجيبوا الأحاديث ويعيش على الأحاديث هذه فما يمكن نحن رد بنى نظام سياسي مدني ديمقراطي الناس لهم السلطة تنبع من الناس لا تجي من فوق السلطة تنبع من الناس وحتى المرجعية وحتى المراجع ما عدم سلطة من الله تعالى على الناس هم أشخاص قد يكون عدم هوا قد يكون عدم جهل لا معصومين ولا معينين من قبل الله فإحنا ما نأخذ كلامهم مقدس كل ما يقولون صحيح ويجيب طاعتهم لا ما تجيب طاعة المراجع والفقهاء إذا هو اجتهد النفس بقيت الناس عليهم أن يسألوا إذا عدهم شي أمر غامض وجديد وما يعرفون حكم الشرعي ما موجود بالقرآن يسألون الفقهاء أو العلماء ما هو الدليل على هذه الفتوى إذا أعطوهم دليل واقتنعوا به يعملون بقناعتهم وإذا ما أعطوهم دليل ما يأخذون كلامهم أو أعطوهم دليل فواهي وفاهي وضعيف أيضا ما يأخذون سواء في الأقيدة أو في الفروع وفي أي شيء المراجع ليسوا أنبياء وليسوا أئمة معصومين ولا معينين من قبل البشر عادي مثل بقية الناس ربما واحد شوية عندي حكمة أكثر من غيرها واحد شوية عندي فاهم روح الإسلام عندي أخلاق أكثر من هذا ما عدنا لذلك نحن نبحث هذه الأمور ونحاول أن نحل أو نحل بعض العقد الموجودة أمام تطور المجتمع ديمقراطيا وبشكل حديث والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر